اشتركوا في القناة وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي حتى الدقيقة 72 عندما اشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه روكي وشارك روكي كبديل منذ الدقيقة 60 ولم تمر سوى ثلاثة دقائق حتى سجل اللاعب هدف فريقه الثالث في اللقاء لتصبح النتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف للفريق القتالوني وفي الدقيقة 67 اشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب البرازيلي بعد تدخله على لاعب الفيس وبعدها بخمس دقائق اشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لللاعب وترضه من الملعب واعترض لعب برشلونة ومدربه متشافي على قرار الحكم بطرد روكي اذ ان اللاعب لم يتدخل بشكل متعمد على مدافع الفيس وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته